اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق وقد عرض دكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما فيها حملات تطعيم المواطنين وكذا تجهيذ كافة المرافق التبية لاستقبال الحالات والتعامل معها وقد وجه رئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس وكذلك الأماكن العامة والخدمية مع تخاذ ما يلزم للتقليل من الكثفات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها وذلك للحفاظ على المصار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة كما وجه الرئيس بالاستمرار في حاملة التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين وكذلك يتيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب تعزيز قدراتها الاستعابية بما يمثل إضافة همة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أشرت دكتور محمد عوط جدين إلى زيادة التي تمت في عدد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على تزويد على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل وقد وجه الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة موضحا سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين وطلع الرئيس أيضا على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني وذلك لتحقيق الاندباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات موسيقى موسيقى موسيقى